السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله سنقوم باشرح مثال رقم اربعة اه اللي بتحدس عن محاصبة الاقسام وسعر التحويل سيقوم بسعر التكلفة لو اوال افتراض كلمنا عنه في المحاضر اه البيانات هذه من حلات طارق تجارية اه لسنة اه الفين وعشرة عندما بدنا البضاعة تحول بالاقسام بسعر التكلفة. هاي البنات كاملة عندك. هو فيه الان تلات اقسام مش قسمين. المرة هات تلات اقسام سين وصادعين. وهي بضعة طول مدة لكل قسم. مشترات لكل قسم. مبعات لكل قسم. خصم مكتسب لكل قسم. خصم مسموح به. وهنا تحولات. سين التحولات من سين الى صاد الفين. من سين الى صاد الفين. هاي ها. من سين الى صاد الفين. تحولات من سين الى صاد. وفيه من سين الى عين. من سين الى عين. لهي اربع تلاف. من سين الى عين. ارى تحولات من عين الى صاد من عين الى صاد من عين الى صاد تمام يجب في تحولات من سين الى صاد ومن عين الى صاد يعني سعد اخذ من سين ومن عين تحولات ابضاعها اخذ بالفين واخذ بالاربعة تمام بضعة تخل مدة هاي لتلتقسا المطلوب بده اثبات قيود رمي للتحولات والاقفل وبده تصوير حساب المتاجر مجزأ عن الفترة وقلنا ليش مجزأ المجزأ يعني خص كل قسم لان كل قسم كل قسم من هدول هو جزء من الشرك فسموه مجزأ لانه خص بالقسم نفسه قسم واحد اما لو الشركة ككل بيكون متاجرة عام متاجرة عامة لكل الشركة الحل بالنسبة للقيود اول اول ما تفكر بتعمل قيود التحول اول ما تبدأ في اي مساء زي هيك بتبدأ بقيد التحول قيد التحول ها نبدأ اول شي مين حول ل مين سين حول لصات قديش قيمته الفين طيب مين اللي اخد سين اعطى لصات سين اعطى لصات يجبا دايما اللي بعطي بينقص واللي بياخد بزيد طيب الان سين نقصت ها سين نقصت نعطت لصات فاصبحت دائن مين اخد صات فزاد فاصبح مدين اذا من حساب قسم صاد اخذ فزاد فهو مدين الى قسم سين اعطى فنقص فهو دائن الفين الفين تمام هخلصنا ورقيد في تحولات تانية تحولات من عين الى صات من عين الى صات يجبا مين اللي اعطى عين اعطى لصات عين اعطى لصات يجبا عين نقصت وصات زادت يجبا سين ها سين نقصت ودائن صاد زادت يجبا مدين ها من حساب صاد الى عين ولو تلاحظوا هنا 4000 طبعا 4000 اللي هي هيدون ايه 4000 اذا بتلاحظنتوا انه صاد هنا وصاد هنا لانه هنا اخذ وانا اخذ هنا بس اخذ من سين وهنا اخذ من عين تمام هذا قوي التحويل الى اتنين لهذا للالفين والى الاربعة تمام طيب الان بدنا نقفل القيد هذا والقيد هذا طبعا هدول وهدول كله بنقفل في حساب اسمه حساب مين هنا حساب مطاجرة مجزة حساب مطاجرة مجزة هذا بدنا نقفل في حساب مطاجرة مجزة الخاص بالصاد وهذا الخاص بالسين وهذا الخاص بالعين تمام نبدأ قيود الاقفاء اول قيد من حساب مطاجرة مجزة قسم صاد الى القسم صاد ونطلع المسال عشان نفهمكم بالظبط هاي من قسم صاد من المن في الاقفاء يا جماعة بصير الى المن قسم صاد تحولات بصير الى الى هاي الى شوفو هاي الى صاد وين المن المن وين بدي نحط هذا بدي نحط في حساب مطاجرة مجزة في صاد نعمل حساب مطاجرة 2000-2000 هاي 2000-2000 تمام طيب الآن بدنا نقفل سين هذا الى سين بدي نصير في الاقفاء المن بدي نعكس من يجبها من قسم سين طبعا برضا كالفين كله نفس المبلغ الى متاجرة مجزة سين سين صارت من كانت الى في الاقفاء صارت من تمام طيب انها اقفل اللي بعد هذا اللي بعد هذا القيد التان اللي هو 4000 هذا السين اسف هاي صاد من حساب صاد هتسير الى حساب المن بدي نصير الى صاد هاي الى صاد وين الى صاد يقبى مين هاي 4000 من المتاجرة السين هاي 4000 تمام الى بدي نصير هنا في الاقفاء التاني هاي عين الى عين الى عين بدي نصير من عين من عين هاي من حساب من حساب هاي يزبط لاحظه من حساب عين الى متاجرة مجزة عين هاي من عين الى متاجرة مجزة هاي الاقفاء قفلنا القيد هذا قفلنا القيد هذا خلصنا القيد الاقفاء الل Falcon نصور حساب المتاجرة المجزة لكل قسم هاي عملنا انه تلت اقسام هذا الطرف المدين طبعا وهذا الطرف الدن معروف هذا الطرف المدين من هنا من هنا هاي خط الفاصل هذا الطرف المدين وهذا الطرف الدن تمام هاي الأقسام بيان الأقسام هاي المدين هاي الدن طيب نبدأ هنا في المتاجرة بديش تغلبه حالكو كتير البيانات الموجودة في السؤال نفسه هي هي بس بدك تعرف وين بيحط مدينة وين دا هنا بضاعة أول المدة ها هتنحط في المدين ها بضاعة واحد واحد اللي هو أول مدة معناه تمام في المدين بنفس المبالغ هاي المبالغ نفس 2008 2000 هاي 2008 طيب بضاعة آخر المدة هاي هتكون اقبالها بس في المسال حطتها تحت هاي هتكون اقبالها ساب بضاعة أخر المدة هاي بضاعة أخر المدة وين هاي هنا تحتية انت حطها اقبالها احسن يعني بضاعة أول مدة هاي اقبالها هنا وقد نزلها تحتين اقبالها بضاعة اللي هي đây بضاعة خط المدة احصل لك في الحل عشان تكون قبل بعض لما تحفظها وتفهمها بيكون افضل 1000 1000 1000 1000 2000 هي هي بضاعة خط المدة هي 1000 20000 تمام انت بدك الان هي المشطريات مشطريات دائما يا جماعة مدينة هي مدينة حطها في المدينة هي المدينة اللي حساب المشطريات هي نفس المبالغ 4 6 14 نفس في المسال هي نفسه نفسه طيب بعدين المبعات هاي المبعات المبعات دائما دائنا هاي المبعات هاي دائما دائنا خمسة اطناعش ست تمام عندك كمان خصم المقتسب دائما جماعة الخصم المقتسب دائن خصم المقتسب دائما دائن دائن هاي خصم مقتسب خصم مقتسب دائن طب الخصم المسموع بي دائما مدي خصم المسموع باي هاي المدي نفس الأرقام على المسال بس عليك تخطهم وتخط أرقامهم بالسلام تمام الآن بس عليك انت بدك بس تخط هدو تحولها هن هدول بس اللي انت طلعتهم اللي انت عملت لهم قيود هاي هاي قيود هاي صاب وهي السين هذا القيد بدروا على إيش بدروا أحساب المتاجر هاي السياد والسين هاي بدك هاي من صاد طيح نفسك من صاد هاي من هاي المدين من صاد هاي من صاد الفين فصاد فقط بس تخطني في سين وإن لا هاي 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 إلى صاد حط الصاد هنا هاي الصاد هاي من صاد تروح على طول هاي صاد مش مشكلة إلا ومن هدول ما تخبطوش حالكو كتير ما تكتبونش كمان في الحالة عادي تقول قسم تحولات قسم صادة الفين طيب هاي سين سين إلى إلى سين هاي إلى فلدان هاي إلى سيبك من من والإلى لأنه قيود بعدين بدناش الخمكو بلاش من قسم الصين على طول هاي الفين في سين في سين بس هدول ما نحطش فيهم لأن تحولات لسين حولها وهنا صاد بس هاي صاد طيب القيد اللي بعد هاي من حساب قسم صاد تحولات قسم صاد تحولات من هاي صاد اوه بطلع للهين ها هاي التحولات صاد هاي أربعة تلاف هاي الفين وأربعة هاي صاد تمام طيب إلى إلى قسم عين هاي عين هاي عين قسم عين هاي عين هاي عين يعني دائما الإلة هنا فلقيد والمن هنا سيبكم من الإلة ولا ه CA لأنه قفاء لهذا مش ضعفة تمام بدنا شل منه الا شلوهن خالص من الحل خلص احفظوهن من غير الهو منه طيب وهي بضعة اخر مدة قلناها ترتفع فوق طيب الان خلصنا حطينا كل المطالب الهين بنشوف سين هاي السين هاي السين تبهولي هاي السين وهاي السين ها بدنا نشوف بس هدول طلع على سين هنا وسين هنا مدين ودان مدين ودان قديش قيمتها هنا قيمة سين هنا قيمة سين هنا تسعة الاف هنا تسعة الاف طب بدنا نشوف الاكبر اكبر ينحط في الجنبين يا جماعة الاكبر ينحط في الجنبين هذا ولا هذا تجمع هذا هدول 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 وبتجمع هدول هين بس هدول هين بتشوف نية الأكبر وحطه في الجنبين هذا طلع هذا الآن طلع أكبر من هذا هذا أكبر من هذا هدول طلع عن تسعة تسعة تلاف حطهم في الجنبين لأنهم أكبر في الجنبين تسعة ناقص هدول هدول قديش اللي هو عشر تلاف وخمسمية عشر تلاف خمسمية آسف ست تلاف وخمسمية قلت عشر ست تلاف وخمسمية هدول ست تلاف وخمسمية ماقص تسعة الفين وخمسمية الفرق تكمل الفرق هاد أجل بدك تكمله هاي هاي الفين وستة وخمسة ست تلاف وخمسمية ماقص تسعة تلاف بتصير الفين وخمسمية طيب خلصنا هاي صاد امسك هذا صاد اجمع هدول ما تجمعش المجمل اجمع من هنا واطلع فوق هدول بس هدول بس واجمع هدول ها واجمع هدول طبعا هدول هدول طلعوا اكبر من هدول قديش هدول خمستعشر الف خط اكبر في الجنبين دايما الاكبر في الجنبين سواء هادا ولا هادا بس اطلع اكبر هادا فيها هادا خمستعشر الف بتنقصهم من الاربع والالفين والالفين والستة والتمانمية بتنقصهم من هدول ها خمستعشر الف بتنقصهم من هدول بطلع هادا اللي هو المتين بطلع هادا اللي هو الفرق تمام بين هادا وهدول الفرق تمام خلصنا عين اجمع هذا واجمع هذا لهين بس اجمع هذا لهين بس هادول وهادول هادول اكبر طلعوا شوف كيف عكس هادول طلعوا هادا اكبر هادا 17 طلع هادول 17000 هاي 17000 في الجنبين 17000 ناقص هادول الاقل بطلع هايو 2000 حطا بين قسين 1000 تمام هاد طبعا هادو يسمى خسارة اذا بيجي المبلغ هنا طب هولي بيجي المبلغ هنا بيسمى خسارة مجمل خسارة ها اذا بيجي هين هادول اجن اتنين هين هين مجمل ربح مجمل ربح معناه ايش هادو مجمل ربح يعني هذا الجنب الدائن الارادات اكبر من المصرفات بصير ربح هنا لا هنا مصرفاته ومشترياته اكبر من اراداته هنا من اراداته اذا في خسارة تمام هاي المجمل خسارة هيك بالنسبة للمتاجرة تمام طبعا فيه قيد بدك تعمل قيد بالمبالا ولا بلاش القيد القيد ملغي خلاص لهين وخلاص يطلق العافية بس قيد بالقفال وهذا بس بنكون هيك مية في المية ترجمة نانسي قنقر